اشتركوا في القناة تتواصل مشاركة مملكة البحرين في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تحتضنها دولة الكويت الشقيقة وتأتي المشاركة البحرينية في هذا المحفل الرياضي الخليجي الكبير من خلال 16 لعبة تمثل المنتخبات الوطنية في إطار السعي المتواصل والجهود الدؤوبة للارتقاء بالقطاع الرياضي من خلال المشاركات المشرفة وتحقيق أفضل النتائج التي تعكس التطور الذي تشهده مختلف الألعاب بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقد توجى أبطال البحرين خلال مشاركتهم في مختلف الألعاب الرياضية بالعديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية هذه الإنجازات التي حققها الرياضيون في مختلف الألعاب أتت بمساندة مباشرة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للمسيرة الرياضية الحافلة بالإنجازات من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي أسهمت في النهوض بالرياضة ورفع علم البحرين عاليا في مختلف المحافل الخليجية والعربية والإقليمية والعالمية وتواصل مملكة البحرين الاستثمار في صناعة الرياضة البحرينية وتوفير الفرص للتأهيل والتدريب بما يجعل المملكة عاصمة للرياضات وملتقى للرياضيين